ينظم حلف شمال الأطلسي احتفالاً ودعياً اليوم الأحد في كابل بمناسبة انتهاء عملياته العسكرية التي استمرت 13 عاماً في أفغانستان التي ما زالت تشهد حركة تمرد عنيفة ولم يعلن الحلف عن تفاصيل هذا الاحتفال إلا في اللحظة الأخيرة اليوم الأحد بسبب خطر وقوع هجمات من قبل حركة طالبان التي استهدفت العاصمة الأفغانية عدة مرات في السنوات الأخيرة واعتباراً من الأول من كنون الثاني يناير ستحل بعثة الدعم الثابت لمساعدة وتأهيل الجيش الأفغاني محل القوات الدولية للمساعدة على إحلال الأمن التي خسرت 3485 عسكرياً منذ العام 2001 وسيبقى 12500 جندي أجنبي في أفغانستان لمساعدة القوات الأمنية الأفغانية التي تضم 350 ألف رجل باتوا يتولون بمفردهم الأمن في مواجهة الحركة الأصولية التي حكمت البلاد من العام 1996 إلى العام 2001 ومني الجيش والشرطة الأفغانيين بخسائر كبيرة تتمثل بأكثر من 4600 قتيل في الأشهر العشرة الأولى من العام 2014 أي أكثر من كل خسائر قوات الحلف الأطلسي منذ العام 2001 ومنذ العام 2001 أنفقت مليارات الدولارات من المساعدات من قبل الأسرة الدولية لكنها لم تحقق الكثير نظراً للفساد المستشري في البلاد ترجمة نانسي قنقر